طب ما فيه أنانية جوة الحب يعني أنا مثلا لما حب شخص ببقى بحب بقى أنا محور الكون عنده يعني الأنانية اللي مش بره الحب أنا بكلم على الأنانية اللي جوة الحب أنت بتاعي ما ينفعش تبصوا واحدة غيري ما ينفعش تكلم واحدة غيري ما ينفعش تتجوز علي ما ينفعش تقبضي وقت غير معايا ما ينفعش تدي لصحابك وقت أكتر مني ما ينفعش تدي لأهلك أكتر مني فهل دي الناس دي فين دلوقتي يعني الأنانية داخل الحب الناس دي فين دلوقتي أنا ناس اللي أنت بتقول عليهم اللي هو اللي أنا بتكلم عليها اللي هي شخصية مثلا زي كده كست اللي هي بتقول كده يعني موجودين ده دول الشخصيات التعبانة في حياتها ما هو ده بقى ما هو الفكرة هنا فينا معظمهم منطلقهم آه لأساسي آه طبعا في الست بالمبدأ ده بتكمل أيوة ليه بقى لأن بصي خدي بالك هي القصة كلها حتى الراجل أو الست الست ما اشتريتش الراجل حتى أولادك احنا 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 جينا ما اشتريناش حد ولا الراجل اشتري الست أبدا طب ما هي الست بتلابيله كل حاجة وبتسمع كلامه يعني نفسه الست بتعمله ليه الراجل ما اعمله رائع جدا هي الفكرة بقى هنا في اي في الاتفاق في قانون العلاقة في رولز العلاقة ده مهم احنا ما بنعرفش احنا ممشت والست بتقبل يعني الراجل أول قوانينه وعملناها في حلقة قبل كده اخرجيش ما تروحيش مش عايز اعيد تاني نفس الكلام بس القانون ده احنا كستات شايفين ان ده احترام للزوج وان انا لازم اسمع كلامه فبقبل ان لا خروج ولا سفر مع صحابك ولا معافش ايه ولا ايه فانتي تمام ما تفتحيش بقى بالشقة غلما تكلميني اوكي والست بتقول ان انا كده بقى زوجة محترمة وبسمع كلام جوزي واصيلة طب ما هو الراجل بقى القانون ده ما بتطبقش عليه هو هو مع نفسه في شغله ومع صحابه ومع كل حاجة وفي الاخر بنقول عليه اناني طيب ما هو هو اللي بيطلع اناني مش الست ما الست ما بتقول حاضر حلو هي احنا احنا في مجتمع الفكرة هنا فين ان الست والراجل دايما في خلاف في حتة ايه حقوقك وحقوقي دايما في حتة ايه انا اعمل وانتي ما تعمليش هي الفكرة فين تاني التربية التربية الراجل اللي طلع في بيت شايف اب وام متعاونين مع بعض شايف اب وام مدين المساحة واصقين في بعض مدين الحرية لما يكبر ويتجاوز هيجاوز ست شبه امه بيديها الحرية واصق فيها بيديها الاستمتاع مش لازم فهمتك الحرية ان انا سافر انا وصحابي مش لازم دي على فكرة انا ممكن اخرج انا وصحابي في النادي لوحدنا دي متع بالنسبة لمراضي دي مش عيب مش حاجة فيه النهاردة وده يعني انا عايز اقولك ان اوقات كتير لما باجي اتكلم على الست انا بتهاجم كتير جدا في الحتة دي لأي على فكرة بيقولها تاني لو انت عايز تطلع احسن ما في الست ريحها صح اديها الراحة اللي هي تستحقها مش كل الستات يعني انا دلوقتي شايف ايه انت لو ريحتها تتعبك على فكرة لو ريحتها تتعبك دي 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 يعني انت بتكلم على نوع نوع عشواجي بقى لوكل عنده مشاكل ثقافة متدنية اه عنده مشاكل لكن انا النهارده لو انا واخد ست نطجة ست عقلة ست فهمة ست دي لما بترتاح بتريح شكرا